وفقاً لبيانات المؤسسة الدولية فإن أوبيك بلس أقدمت على ما يعد أكبر تخفيض لإنتاج النفط على مدار عمر المنظمة والبالغ 60 عاماً تقدر نسبة انخفاض في المعروض أو من المعروض العالمي من النفط في الأسواق الدولية بحوالي 10% حيث يبلغ المعروض 100 مليون برميل تحديداً وستتوزع قيمة انخفاض أو الخفض البالغة 9.700.000 برميل يومياً على الدول الأعضاء وذلك حسب نظام الحصص حسب ما تنتج الدول من الحصة الموجودة في أوبيك فتأخذصتها من التخفيض في الإنتاج يوازي هذا الانخفاض انخفاض الخفض أربعة أضعاف ما قدمت عليه أوبيك خلال الأزمة المالية في العام 2008 إذن نتحدث عن 2.5% هناك من التخفيض فعلياً من الإنتاج العالمي اليوم نتحدث عن 10% من الإنتاج العالمي ويرى مراقبون في السوق النفطية أن هناك مزيد من التخفيض الطوعي لدى بعض البلدان ما قد يصل في مجموع الخفض إلى 20 مليون برميل يومياً من الانخفاض تحتفل منظمة أوبيك هذا العام لمرور 60 عاماً على تأسيسها فهنا الذي جاء عام 1960 تحديداً تدخل في عضوية أوبيك أيضاً 13 دولة وجميعها من الدول المنتجة للنفط والمصنع والمصدر له وتهدف إلى الحد من تقلبات السوق العالمية والعمل على سيطرة على سوق النفط عالمياً وبحيث يكون باتفاق أما القرارات التاريخية التي اتخذتها أوبيك فتشمل قرارات السيطرة على أسواق نفط تحديداً خلال أزمة الخليج عام 1990 أيضاً خلال أزمة الليبية كان هناك سيطرة هي الأخرى في عام 2011 إضافة إلى الأزمة التي سبقت الأزمة الليبية وهي عام 2008 الأزمة المالية العالمية والتي حدثت كما ذكرنا بعام 2008 قرارات تاريخية أخرى شهدتها أوبيك وتمثلت في خلال العام الماضي منها مغادرة قطر لمنظمة أوبيك أيضاً كان هناك شيء جديد طرح على الساحة في عام 2019 وهو إنشاء تحالف سمي بتحالف أوبيك بلس في عام 2019 وهو تحالف يضم الدول المصدرة والمنتجة للنفط إضافة لعشر دول أخرى تعمل على السيطرة وتنتج النفط في العالم